اتجهت انظار العالم اليوم الى مملكة البحرين لمتابعة سباق جائزة البحرين الكبرى لثيران الخليج للفورميلوان على مضمار حلبة البحرين الدولية موطن رياضة السيارات في الشرق الاوسط هذا وتوجه ساق فريق ريدبول ماكس فرستابن بجائزة السباق هذا وصحبت سباق الفورميلوان جملة من الفعاليات حيث اعلنت الحلبة عن اعداد الجماهير القياسية في سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورميلوان لعام 2024 وذلك بحضور 37 الف شخص شهدوا سباقا رائعا تحت الاضواف الصخير كما حضر السباق ما يقارب من 100 الف شخص في مجموع ايام السباق وذلك لاول مرة على الاطلاق كما بلغ عدد الجماهير الدولية القادمة من جميع انحاء العالم 11 الف شخص اشتركوا في القناة